من جانبه أشار وزير صحة حسن التميمي إلى أن أكثر من خمسين بالمئة من الإصابات هي من السلالة الجديدة وأن السلالة هذه انتشرت بشكل واسع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة محاذرا من إصابات شديدة تطول الأطفال بسبب الوباء سجلت وزارة الصحة أن أكثر من خمسين بالمئة من الإصابات التي تؤشر في مؤسساتنا الصحية هي بالسلالة الجديدة وأيضا أشرنا أن هناك إصابات شديدة بالنسبة إلى الأطفال والشباب وهذا ما ينظر بالخطر الكبير ولا سيما بعد زيادة أعداد الحالات الحرجة والشديدة وكذلك زيادة نسبة الدخول إلى المستشفيات وهذا مما يسبب ويشكل خطرا كبيرا وضغطا كبيرا على المؤسسات الصحية نتيجة لتزايد أعداد المصابين بالحالات الحرجة ترجمة نانسي قنقر